اشتركوا في القناة وتأتي لنا الاسئلة من مشيخة الازهر بجمهورية مصر العربية الامتحانات تأتينا من مصر وكذلك تصحح الاوراق الاجابة بمشيخة الازهر بجمهورية مصر العربية حماها الله وعندنا 450 طالب وطالبة في الثانوية الازهرة موزعين على 31 لجنة كل لجنة بها 13 طالب كل لجنة بها 13 طالب وعندنا الامتحانات في المعاهد الستة في الشمال وفي غزة وفي خانيونس الامتحانات مركزية جميع الطلبة يأتون لمحهد الازهر بغزة وتبدأ الامتحانات ان شاء الله اليوم الساعة العاشرة صباحا ستنطلق الامتحانات اذا الطالب الذي يتخرج من المعاهد الازهرية يدرس بجمهورية جامعة الازهر بجمهورية مصر العربية مجانا بمنحة كاملة ولم يحالف الحظ فيه او النصيب في الصفر لمصر يدرس فيه الجامعات جامعتي الاسلامية او الازهر بمنحة بعفاء 70% ومن ازاعة خبر اتوجه للجامعة الاسلامية واقول يا جامعة اسلامية عليك ان تراجح حساباتك وتعملي وقفة بل وقفات وعادت الاعفاء كاملا لطلبة المعاهد الازهرية كانوا في الصابق ياخذوا عفاء 100% الان اصبحت المنحة في الجامعة الاسلامية 70% لان الارض ملك للمعاهد الازهرية ارض الجامعة الاسلامية ملك للمعاهد الازهرية من هنا نحن اليوم سعداء ان نلتقي بابنائنا ومناتنا الذين سيتقدمون الامتحان الثانوية العامة الازهرية سائلين الله عز وجل ان يكرمهم وان يوفقهم وان يجعل النجاح حليفهم لانهم رسل لنا ونحن كفلسطينيين انتهجنا نهج العلم منذ ان فجعنا بالنكبة التي يمر عليها 75 سنة عجافا ونعيش ذكراها اليوم وتحدث السيد الرئيس في قطابه للعالم الظالم اننا الوحيدون الذين بقينا بلا حقوق رغم قرارات عديدة تقذت وكان يقول العالم انتم لم تستطيعوا ان تنفذوا قرارا واحدا نحن اعتبرنا ان العلم هو السلاح الحقيقي لدينا من الاطباء والمهندسين والحقوقيين وحملت الشهادات العليا ما نفتكر بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر